اتهت منافسات دور الستاشر من نهايات كأس الأمم الأوروبية يورو الفين أربعة وعشرين واللي بتقام في ألمانيا ووصل تمن منتخبات الدور ربع النهائي فيما ودعت تمن منتخبات أخرى البطولة الفرقة المتأهلة هي سويسرا ألمانيا البرتغال فرنسا وانجلترا اسبانيا هولندا وتركيا النهاردة يوم مهم جدا حيكون فيه مباريتين يعني أجمل من بعض الصراحة لكل عشاق الكرة المباراة الأولى هتجمع منتخب أسبانيا مع ألمانيا والمباراة التانية هتجمع منتخب البرتغال وفرنسا مباراة قوية جدا جدا تفاصيل كتير هنعرفها مع حضراتكم عن مباراة النهاردة مع الناقد الرياضي والمحل الرياضي لأستاذ علي غنيمن منوارنا ومشرفنا في ستوديو صباح الخير يا مصر صباح الخير أستاذ علي منوارنا النهاردة مباراة قوية جدا نحن نتكلم على أربع فرق وكلنا عايزين يتفرج نشوف إلا هيحصل النهاردة قبل ما نتكلم على مباراة البداية الدور النهاردة ربع النهاية نتكلم على تقييم حضرتك كده ورؤيتك ليه دور الستاشر والأداء بشكل عام في البطولة الغد دلوقتي لا هو البطولة مثلا اليورو دي أنا شايف أن هي من أفضل ممكن النسخ اللي هي في السنين الأخرانية يعني أنا شايف أن البطولة دي رغم أن هي ممكن بعض الفرق كانت بتمثل بعض المفاجآت من خروجها أو سواء المستويات اللي احنا متحفظين عليها يعني مثلا زي خروج مثلا منتخب الإيطالي والأداء اللي قدمه عكس مش عكس ما كان متوقع بس ضد فكرة التاريخ بتاع إيطاليا أن هي دايما بتبقى فرق ليها تواجد في البطولات الكبيرة بس مثلا كان أداءهم مخايب جدا للأمال سواء على مستوى الأداء أو النتيجة في فرق مثلا قدمت بالنسبة لبعض المفاجآت للجمهور بس الحقيقة كان من خلال شكلها في الفترة اللي فاتت قبل البطولة كان بتدي الانطباع ده زي سويسرا مثلا مقدمة بطولة كبيرة جدا بغض نظر عن أداءها قدم منتخب الإيطالي ونها خرجتهم بس قدمت بطولة متزنة جدا عن مستوى الأداء ومستوى النتائج طبعا أداء إنجلترا هو لغز كبير جدا لكل الناس المتابعة للكرة الإنجليزية رغم إن كل كان عنده توقع إن من قبل البطولة إن ساوث جيت هو العقبة الأكبر في طريق منتخب إنجلترا من أجل تتويق ببطولات كبرى وإن هو وجوده مع المنتخب هيمسر بالنسبة له معاق كبير إن هم يقدروا ياخدوا خطوات كبيرة أو يوصلوا للأدوار النهائية خروج إيطاليا كمان بلجيكا برضو خرجت ما قدتش الأداء اللي كان مفروض تقديه خصوصا أنها تصنفها في الفيفا من المنتخبات المتقدمة جدا على مستوى العالم بلجيكا عمتا يعني يعرف لهو من بعد كأس العالم تدى أنه هو ياخد الانحضار بتاع أنه هو انتهاء الجيل الزهبي أولا اللعيبة اللي كانت بتمثل جيل الزهبي زي ما بيطلق عليهم في بلجيكا مثلا مع اعتزال إيدن هازرد مع أنه هو ابتدى كيفين دي بروينا ابتدى مع عنصر السن رغم أدوه الكبير مع من سيتي بس هو يفضل هو الإيم كان الاسم الأبرد في المنتخب بلجيكا بس لو جيت بص كده على القوام ده مقررة مثلا بكأس عالم اللي فات أول يورو لقبله هتلاقي أن اللعيبة اللي هم كانوا يمثلوا جيل الزهبي يبتدوا سواء مستوىهم يقل أو يبتدوا أنه هم خلاص كبروا والناس اعتزت ناس بقيتش تنضم لمنتخب فأوكي نتائجهم ممكن إلى حد ما كان ممكن يوصلوا أبعد من كده شوية بس ما كانوش ممكن يدارة عليهم لهم مرشحين للبطولة الحقيقة طيب قبل ما اتكلم عن مباراة النهاردة أستاذ علي تركيا كمان تركيا وصلت أو حجزت بطاقة الوصول للربع النهائي شايف أدأها ازاي تركيا ضمن المنتخبات الكبيرة يعني تركيا الحقيقة قدمت يعني تعتبر طبعا أن هي وجودها للوصلة الثانية للكارتر فاينال ده يعتبر نجاز كويس جدا رغم أن ماتشوهم طبعا كان مع النمسا كان ماتش ممكن أنت تقعد أنت سعيد جدا وانت قاعد بتتفرج به وأن المباراة كانت فيها مباراة بتاعتمد على التحولات جانب بدني كبير جدا كانوا موفقين بعد الشيء بس هم كانوا حطوا أقصى قدروا من القوة البدنية وإمكانياتهم الدفاعية يقدروا أنهم على قد ما يقدروا يحجموا النمسا اللي أنا شايف أن هي قدمت بطولة كبيرة رغم أن هي اسمها طبعا ممكن مش اسم كبير في عالم قرط القدم بس معرارة فراجنيك الحقيقة قدموا نسخة تقدر تعتبر أن هي استثنائية بالنسبة له احنا النهاردة أمام يوم للمتعة للكورة النهاردة بتكلم على أسبانيا وألمانيا نهائي مبكر بتكلم على البرتغال وفرنسا مطشين يعني حنشوف كورة حلوة ومنشاط قوية جدا نبدأ بقى بأسبانيا وألمانيا لو بيشوفوا يعني عدد كبير جدا من المتابعين والمحلين أنه هو نهائي بظبوط أنا شخصيا وأنا كراجل متابع بسواء بحكم شغلي أو بحكم أن أنا كراجل حتى متفرج أنا كان نفسي أن المباراة دي أسبانيا وألمانيا تبهيه النهائي ما تبهيهش وحد فيهم أن يوضع بطولة مبكرة لكذا سبب أول سبب لأن أسبانيا من خلال لو تبعت مباراةها من أول بطولة هي تقدر تقول أن هي الفرقة الأكتر توازن يعني أن تقدر تقول كا تيم هو التيم الأفضل من ناحية الأداء والنتائج تشعر أن هما فريق قوي فريق أنه قادر أنه يقدر يوصل على الأقل من أول مباراة وأن تقدر فريق ده يقدر يوصل للسيمي فاينل مع دي لفوينتا ابتدوا أن هما بيحافظوا جزء كبير على هوية فكرة الحيازة مثلا من خلال الكرة بس في نفس الوقت ابتدوا يقدموا زي ما بقوله دايمينشن جديد بالنسبة لأسبانيا أنه هو استخدام الأطراف اللي دايما موسعين بعرض الملعب زي نيك ويليمز مثلا على سبيل المثال وطبعا يمال موهبة بورشلونة اللي هو قادم بقوة لعيبة اللي ما يكملش 17 سنة هو أصغر أصغر لعب في بطولة اليورو 2020 بالزبط 16 سنة و365 يوم تقريبا وكانت أعل حاجة طريفة جدا في ألمانيا أن هما كانوا بيمنعوا أن الناس الأقل من 18 سنة من العامل بعد ساعة 8 مساء وكان فيه وقتهم مفاوضات ما بين مدغة أسبانيا وإزاي ألمانيا والتحاد دولي يقدروا يوصلوا للتوازن للرجل يلعب في لعب بالليل يعني هو في الآخر عنده مدرسة يعني بس هو فعلا موهبة استثنائية نسمي لنبتر عشان يصحى الصفحة نسمي لنبتر عنده فهو طبعا كان بيعاني أو كانت في مفاوضات في الموضوع كانت فكاهية يعني بالنسبة للناس هي بالتابعة بس هو فعلا كموضوع جدي وكانوا بيتحاول أنهم يوصلوا معهم لشكل مانيا مال يقدر يلعب بشكل طبيعي بدون مخالفة القانون الألماني يعني بس عملا فيه كمان لعيف ممتاز جدا ظهر بشكل كبير جدا زي فابيان لوي مثلا مع منتخب أسبانيا وده للأسف لأنه بلعب بي أس جي ما بيحظوش بنفس المشاهدة للدور الفرنسية وزي بقية الدوريات مثلا زي الدور الإنجليزي وسقدم برضو بطولة كبيرة جدا ده بالنسبة لمنتخب أسبانيا فأنا شايف أنهم من أفضل الفرق ما كانش أفضل الفرق كتيم كمجموع من أول ماتش في اليورو السانية صحيح صحيح يجي بعد كده عندك منتخب ألمانيا عندك أنا شايف أنهم يمتلكوا أفضل مدرب موجود في البطولة هو مدرب مستوى أعلى من فكرة إدارة المنتخبات عاماته يعني هو يستحق أنه يكون مدرب فريق كبير تتفرج عليه كل أسبوع فأنا شايف أن ناجلزمن هو من أفضل مدربين بطولة مدرب زكي جدا رغم صغر سنه مدرب يعرف يتفاعل مع المباراة أثناء سيرها بيقدر يغير من أسلوب لعبه بيقدر إزاي يعد من أدوار اللعيبة التكتيكية عشان يواجه الخصوم اللي قدامه أنا شايف أن ألمانيا بتقدم بشكل محترم جدا ممكن ما يبقاش الأفضل ولكن هو شكله مقنع يخليه يوصل للأدوار الأخرين اعتماده بشكل كبير جدا على لعب أو استدعاءه تاني اللعاب من الاعتزال الدولي وده تقريبا هي دي خلاص هو أعلن اعتزاله ببقى بعد بطولة يورو ديها تبقى ختام بالنسبة لكاريرو بيقدم بطولة ممتازة من ناحية إزاي يساعد الفرقة فإن هما زي يضربوا الخطوط من خلال البساطة من العمق الملعب تغير متلاكه طبعا للعيب اللي أنا بعتبره هو ممكن من أفضل برضو اللاعبين في البطولة زي جمال موسيالة اللي هو ممكن برضو لو تحرك من باري مونخ الناس تستمتع بيه أكتر مثلا في البريميليج تتفرج عليه بشكل أسبوعي طب هل تتطفق مع الرأي اللي يقول أنه أسبانيا عندها فنيات أكتر لكن بتنقصها الخبرة يعني الخبرات موجودة أكتر في الفريق الألماني ولو قلنا كده كفتين ففي كفة الفنيات ممكن نشوفها في فريق أسبانيا لكن الخبرة أكتر في الفريق الألماني هل ده يرجح كفة ألمانيا مثلا عن فرنسا؟ يعني على أسبانيا عفوا لا يعني أنا مش بص ما أنا بتفرج من البطولة من البداية أنا كن شايف أن أسبانيا ما بتقابلش المشكلة دي قوي صحيح هي إحنا ما سعرناش أن هي فرق اللي بتقدر تتأخر في النتيجة ولكن هم بيمتلكوا لعيبة عندهم خبرات يعني هم بيمتلكوا لعيب زي رودري أنا شايف أنه واحد من أفضل لعيبة الوسط في العالم ما كانش أفضل لهم كلعبة للارتكاز بتمتلك لعيبة ممكن الأسامي زي مثلا نيريك لابورت مثلا اللي هو السنتر باك اللي هو المدافع اللي كان بيلعف في مانشست سيتيو حاليا بيلعف في النصر عنده مثلا مراتة ممكن يكونش أفضل في رقب سواء قريدي شارك في بطولات كبرى على مدار السنين فاتت فأنا مش حاسس أنه هو أزمة قوي ولكن حتى العناصر بتاعهم اللي ممكن تقال عليهم عناصر شابة وهم يلعبوا بشكل رجلة بشكل مستمر الفرق قربة بدي قوة للأسباني أكتر بالضبط وهم أصلا ممكن يتقال عليهم عناصر من العناصر القوة يعني احنا نتكلم في يمال ونتكلم في نيكو ويليمز رغم عمالهم الصغيرة بس هم مؤثرين جدا واحد مع بالباو واحد مع باترونة وهم زي ما تقول أنهم منورين واضحين جدا دورهم ما تشعرش أنهم لعيبة صغيرة أو مرتبكة فده أوكي أنا معك أن ألمانيا فيها بعض اللعيبة اللي عندها خبرات أكتر بس أنا شايف أن أسبانيا ستيل ما يتقالش عليهم أنهم لعيبة صغيرة أو أنهم قلت الخبرة ممكن تعمل لهم مشاكل توقعاتك للماتش أنا توقعاتي أنها متبقى مراء يعني هتبقى مراء أعتقد أن يعني أسبانيا هتحاول تفرد فكرة المشكلة أن الفرقتين بيسعوا للحيازة الفرقتين بيسعوا أنهم مين هو اللي هيقدم بقى فكر أكتر يساعدوا أن يستحوزوا على القورة ويضا يسبب الفرقات الثانية مشاكل بس أنا أعتقد أن أسبانيا هتنجح أنها تحفظ على الحيازة لأنها تمتلك لعيبة بجودة تقدر تحفظ لهم على الحيازة في نفس وقت ممكن تسبب مشاكل كبيرة لدفاع منتخب ألمانيا تحديدا من ناحية الأطراف نروح مع حضرتك لفرنسا والبرتغال وفرنسا صعدت للربع النهائي بتلت أهداف يعني هدفين عكسي خطأ وضربة جزاء وكان فيه برضو يعني بعض بيقول أن ما كناش بيستنين ده من فرنسا كن المفروض يبقى فيه أداء أقوى في الأدوار الأولى لبطولة يورو 2024 توقعاتك وتحليلك لماتش فرنسا والبرتغال النهاردة والله أنا متفق طبعا مع كلام اللي حضرتك قلته بتاع أنه بالنسبة لفرنسا أنه الأداء بتاعهم يعني تحس أنه ما بيكسبوا بالأسماء أنه إحنا بإسم منتخب وبإسم الأفراد اللي موجودين ودي الحقيقة حاجة من الحاجات دايما مدرب منتخب فرنسا للانتقاط أنه أنت تمتلك مجموعة يقدر يقدمه قرأة قدم أفضل من كده بكتير وممكن يبقى مؤذين للخصوم أكتر من كده بكتير ولكن هو دي شامب كتير جدا من المباريات بيعتمد أنه يلعب على التحولات يلعب على العيبة اللي عندها سرعات عنده طبعا بيحظى بحماية إلى حد كبير في فرنسا لأن الرجل توقف باليورو قبل كده توقف بكاس عالم ولكن في حالة الإخفاق في اليورو البطولة دي هتبقى بالنسبة له هتسبب له مشكلة خصوصا الأداء غير ممكن عزيما حيكي قولت سواء من ناحية التهديفية دفاعهم قوي ولكن هم مجربوش فرنسا أنهم متأخرين ودي نقطة مهمة جدا حال الدفاع ده متعرضش الموقف أنه يتأخر في نتيجة ونشوف إيه اللي هيحصل فرنسا دايما بتلعب على التحولات وبتبع دايما عايزة أن هي حتى لو أنا ما بقاش بتقدم بس ما تلقاش هدف بس فعلا أداءه محير جدا سواء في وجود مبابي أو عدم موجوده رغم امتلاكه قوام يقدر يعني لو جيت مساكت القوام بتاعتهم ممكن يعملوا فرقتين يعني فرقتين يخشوا نفسه بيه معادي فالحقيقة أنا أداء فرنسا بالنسبة لي محير جدا ولكن دي أسلوب دي شامب وأنا شايف أنه يعني أنا مش من الحاجات المقنعة بالنسبة لي ولا أسلوبه بصراحة أداء غير مقنعة لفرنسا نقدر نقول الكلام ده كمان بالنسبة لبرتغال أداءها فنيا غير مقنعة يعني أنا مش قادر أقول أنه هو أداء مش أداء مبهر بس من قلت دارش نقول أنه هو أداء مثلا مقارنة مثلا بإنجلترا وفرنسا يعني أنا شايف أنه هو أداءهم ممكن ما يتقلش أنه هو أداء مبهر للبطولة بس هو في الآخر هو مارتينيس بيحاول يقدم بعض الأفكار مع متخب البرتغال وأنا شايف أنه هو برضو مقايد ببعض الحاجات يعني مثلا أقول لهم أن أنت اللعماد على كريستيانو رونالدو بشكل دائم رغم أنه هو 39 سنة ده بيعوقف بعض الحاجات يعني عنده مشكلة مثلا أنه هو لو هيقرر يعمل ضغط عالي كريستيانو مش هيقدر في العمر ده يضغط بشكل كافي هل أصبح كريستيانو يعني رونالدو عبء على البرتغال يعني هو مأحرش ولا هدف وضيع ضرب الجزاء هل الاعتماد الكبير عليه دايما تحول إلى عبء على متخب برتغال هي دي بتبقى مشكلة اللعيب اللي هو الميجا ستارك لما بيوصل في نهاية كاريره أو لما بيعوقك في بعض الحاجات أن أنت زي ما قلت لك دلوقتي الكورة مش بس والكورة في رجليك والتا كورة مش معاك طب هعمل إيه فاللعيب لما بيجبار في سنة مثلا تيجي تطلب منه أنه يضغط ما بيضغطش فيبتدي دايما في خصمه ممكن يستغل للنقطة دي أنه يقدر يخرج بالخروج بالكورة فدي تبقى أزمة دي بتقابل كريستيانو استراره على لعب ضربات السبت رغم أنه هو بقاله كتير جدا ما بيسجلش فولات دي نقطة أخر اهضاره راكل الجزاء أي لعيف في الدنيا ممكن يضايع راكل الجزاء وأنا الحقيقة رغم يعني رغم أن كريستيانو في نهاية كاريره ما كنتش أتمنى أن كاريره ينتهي أنه هو المسؤول عن الخروج وده واضح جدا ما تأثره في البطولة ولكن في لحظة ما لازم اللعب نفسه يبقى زكي أنه هو ياخد خطوة وراء ودي الجيل جديد من اللعبة أنها تقدر أنها تشتغل أنت غير كدر بتحط على نفسك ضغوط وتحط على مدارب ضغوط أنا موجود في المعسكر يبقى أنا لازم ألعب ملعبتش وفرقة ما نكحيتش كريستيانو ملعبش أنت السبب اللي ملعبتوه مين هيكسب بلبرتغال ولا فرنسا؟ أعتقد فرنسا فرنسا أعتقد يعني كده فرنسا أو أسبانيا؟ أعتقد أن فرنسا هتكسب وأسبانيا ممكن تصعد حتى أنا خصوانا فرنسا ممكن تأذي بورتغال في التحاولات السريعة خصوانا عندهم بي بي كمان سنترباك هو كبير في السن يلحد الكبير نروح سريعا معك أستاذ علي ليه كوبا أمريكا ومنتخب الأرجنتين هو أول منتخب ويتأهل لمربع الدهبي لكوبا أمريكا سريعا شايف البطولة دي إزاي وأداء الأرجنتين الأرجنتين الحقيقة بعت بعض المباريات بالنسبة لكوبا أمريكا وطبعا الأرجنتين ممكن يتقال عليها أنها بالتأكيد مش ممكن هي من حمل لقب فرن مرشحة البطولة مباراتهم البعض كان بعض المباريات تعرف مبارات كوبا أمريكا الرتم بتاعها مختلف جدا على أوروبا فيها كتير جدا من الاندفاع البدني كتير جدا من الالتحامات اللي فيها عمف بشكل كبير الفنيات بتقل قوي وبتاعتمت بشكل كبير قوي على الروح أرجنتين قدمت مبعد المباريات الجيدة بس ما فيش قد مباريات نقول عليها مبهرة صعودهم امبارح أو الفجر يعني كان بصعوبة جديدة جدا قدام الإكوادور مسي أهدراك للجزاء كل دي حاجات ممكن درامية بس في الآخر نجح مارتينيز ونقدر ينقذ الأرجنتين وهيكمله للسيميفاين علي غنيم ناقد المحلل الرياضي بشكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا وشرفتنا